تعيش عديد الولايات الجنوبية حالة طوارئ بعد توجه عدد كبير من الأفارقة المصابين بداء المالاريا إلى المراكز الصحية بالمناطق الحدودية قصد العلاج كثر الحدث وزادت مخاوف الجزائريين حول ما إذا كان الداء معدياً وهل ينتقل من شخص لآخر؟ أولاً لازم نطمن ناس لأنه هذا المرض ما ينتنقل من إنسان إلى إنسان لازم يكون فيه بعوض ليأخذ دم من إنسان مريض ويعطيه لإنسان غير مريض لا يوجد انتشار في الجزائر الأمور التي نرى الآن هو أن وصول ناس مصابين بالمالاريا والديفتيريا موجودين في الحدود كان فيه إجراءات صحية الآن في طور القيام بها هي تطعيم ضد الدفتيريا وكذلك العلاج ضد المالاريا إذن كان فيه الآن تكفل بهؤلاء ولكن الأغلبية الساحقة من الناس المصابين هم ناس جوا من الساحل الجزائر خالية من أي إصابات محلية بداء المالاريا منذ 2018 حسب تقرير المنظمة العالمية للصحة والتغيرات المناخية الحاصلة في دول الساحل سمحت بتوفير الظروف لتكاثر البعوض الحامل لداء المالاريا بسبب المياه الراكدة والمستنقعات المرض هذا في الحقيقة كان غير موجود منذ تقريبا 2018 حيث المنظمة العالمية للصحة قالت بين الجزائر أصبحت بلد خالي من هذه المالاريا إلا أنه في الأوين الأخيرة خاصة منذ شهر أو شهرين وقعت فيه كثير سقوط أمطار كبيرة في الساحل وهذا ما أدى إلى وجود بحيرات ومياه راكدة لخلات هذا البعوض ينتشر وينمو وبالتالي كان كثير من أهل الساحل أصيبوا بهذا المرض وهذا المرض نعرفه خطير فما عندهم إمكانية صحية فليش أقو إلى الجزائر للعلاج إفادوا بعتة مكونة من أطباء مختصين مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للقضاء على البعوض البرك والمستنقعات التي تعد موطنة كثيرها قد يسمحوا باحتواء الوضع ترجمة نانسي قنقر